أهلا بحضراتكم مشاهدي القاهرة الإخبارية في كل مكان من مدينة العالمين الجديدة في إطار تغطيتنا المستمرة لمهرجان العالمين الجديدة بكل فعالياته الفنية والثقافية والترفيهية والسياحية بيسعدنا الآن أن نجري هذا اللقاء الخاص مع النجم المصري المتقلق تامر عشور أهلا بك تامر على الشاشة القاهرة خلينا نبدأ من العالمين والمهرجان والفعاليات المختلفة وخصوصا أن المجال الفني تحديدا الغنائي والموسيقي أخذ يعني حيث كبير جدا من المهرجان إيه رأيك في المهرجان وشاركتك فيه الحقيقة المهرجان مهرجان مهم جدا والتنظيم تنظيم تحفاء اختيار الفنانين كمان للمهرجان اختيار جايد جدا دور المهرجان في وجود سياح كتير ده حاجة برضو حلوة جدا في الساحل كمان السنية دي مخصوص علشان الجنسيات كلها المطربين المختلف الجنسيات من كل دول العربية بيجوا والدول الأجنبية برضو فلا السياحة عندنا في الساحل أكتر بكتير حتى من السنة اللي فاتت بسبب المهرجان منتكلم في شهر تقريبا مر أو ما يقارب الشهر ولسه كمان عندنا شهر أغسطس كله وفي الحقيقة فعليات كتير وحفلات مختلفة فكرة التأثير اللي الحفلات دي بتحدثه بالفعل في المهرجانات زي ده سواء على المستوى السياحي أو على المستوى الترويج للعالمين الجديدة كمدينة جديدة اتبنت في وقت قياسي إيه رأيك؟ الحقيقة هو الفعليات عموما يعني فيه حاجات رياضية كتير كمان وأنا تعرفت كمان على حاجات أكتر لما جيت عرفت أن فيه كذا إرية للحفلات يعني الحفلة بتاعت الرينة غير مسارح تانية كتير فطبعا الفعليات دي وخصوصا زي ما اتكلمت وقلت أن الجنسيات الكتير من المطربين اللي هيجوا يحيوا المهرجان ده هيخلي عدد كبير جدا من الناس أن هما يقربوا من الساحل أكتر ويتعرفوا أكتر على حتة الساحل غير أنه يبقى مصيف بس أو أن احنا هنروح نصيف بس هو كده كده كان قريدي يعني المصيفين بيجوننا من كل حتة برضو حتى في الدولة العربية بس أعتقد أن العدد زاد جدا بسبب مهرجان النقطة دي تحديدا إحنا يمكن كنا بنتكلم فيها أنه العالمين الجديدة مش مدينة موسمية هي مدينة بتنفع في كل فصول السنة تقريبا لكن خليني أخذ الجزئية بتاعت الجنسيات وأتكلم معاك مش بس على مستوى الفنانين على مستوى الحضور أنت نجم مصري بليك جمهور في العالم العربي كبير جدا وتحديدا في دول الخليج يعني إحنا يمكن لما بنتابع في حفلة من حفلاتك في إحدى دول الخليج بيكون فيه الحقيقة إقبال جماهير كبير جدا رأيك إيه في ده؟ إزاي ده ممكن يكون عنصر مؤثر لفنانيننا المصريين لمشاركة الجمهور ده في المهرجان إحنا دايما كفنانين مصريين حتى مش أنا بس لما بنتلع نعمل حفلات بره أو الجمهور بره برضو نفس الكلام هنا في مصر فده بيحمسنا كتير جدا جدا وبيخلينا إن إحنا دايما نبقى شغالين على فكرة إن إحنا دايما نختلف حتى في اللايف يعني مبقاش مكررين في حتة إن إحنا اللي بتطلع تغنيه هنا هو اللي بتطلع تغنيه هنا في مصر كبداية كمان لمهرجان العالمين في دورته الأولى لا أحسن فيه اختلاف كبير جدا في النشاطات طبعا والجانب الفني برضو نفس الكلام اختلاف الجنسيات ده شيء طبيعي جدا زي ما قلت برضو باختلاف الفنانين اختلاف الفنانين كتير اللي بتيجي في المهرجان طبعا هيجيبوا ناس كتير جدا من بلادهم كمان ده غير إن إحنا كمان كفنانين مصريين ناس كتير جدا في الخليج بيحبونا فأكيد هيجولنا الاستعدادات اللوجستية في المهرجان فكرة إنه فيه ستيج ضغم جدا فيه تنوع في الأماكن اللي بتستضيف الفنانين زي ما انت قلت يمكن فنانين جايين من برة الدولة بتقدم لهم كل الاستعدادات والإمكانات رأيك في الاستعدادات دي إيه؟ التنظيم عموما بشكل عام تنظيم يعني تنظيم مبهر أنا دايما بعمل حفلات في مصر وعلى طول حياتي بعمل حفلات في مصر لا التنظيم مبهر وتوفير الراحة للفنانين أو للناس اللي جايين مع الفنانين أعداد كبيرة جدا برضو مش قليلين دي برضو حاجة مهمة جدا والاستقبال وطريقة التحضير التنظيم نفس وتنظيم محترم تقسيم ما كانش بيحصل ده حقيقة عندنا يعني قبل كده كانت الدنيا عايمة شوية أول ما بدأ يعني يخش في الموضوع شركات فعلا محترمة للتنظيم فبقى فعلا التنظيم على أكمل وجه وده ساعة طبعا الفنانين طبعا كتير كتير يعني أنا زي بالضبط أي مهرجان في العالم بتروح بيبقى فيه تنظيم للوقت أن أنت زي تاخد مثلا الفرق الموسيقية هتعمل كذا الساعة كذا فيه تنظيم هنا بشكل محترم ممكن النقطة دي كان فيه البعض بيتكلم عنها أنه مهرجان العالمين أثبت أنه مصر كبلت فن تاريخيا هي بتضاهي دول العالم ومهرجانات العالم في تنظيم الحفلات رأيك إيه كمان في الجزء أنا رأيي أن هي بداية قوية جدا 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 بس أنا على المستوى الفني وعلى المستوى الشخصي أتمنى استمرارية ده هو مش الموضوع مش موضوع أن احنا نبدأ احنا بدقين بداية قوية جدا جدا الاستمرارية واختلاف الأماكن كمان اللي تعمل فيها الفعاليات مش في السحل بس يعني في مصر كلها إن شاء الله يعني ده هيفرق كتير جدا يعني على المستوى السياحي وعلى المستوى الثقافي وعلى المستوى برضو الترفيهي في ربط يمكن حصل ما بين المهرجان وبين المو الاقتصادي والعوائد والفايدة الغير مباشرة كانت الشركة المتحدة أعلنت أنه عوائد هذا المهرجان ستعود إلى حياة كريمة مبادرة حياة كريمة مبادرة رئاسية الأضخم طبعا طبعا رأيك إيه في قرار زي ده وإزاي ممكن يروج ليه مهرجان بالفعل بالضخمة دي الحقيقة طبعا هو الترويج مفهوش كلام بس موضوع المبدأ بتاع الشركة المتحدة اللي هو استخدام القوى النعمة في أن أنت قد إيه تقدر تجمع عدد كبير جدا من الفنانين قد إيه تقدر تجيب الجمهور الكبير اللي موجود تحت استخدام القوى النعمة عموما من شركة المتحدة ده مبدأ بصراحة مبدأ محترم جدا ويعني شابو من الناحية التانية الأرباح الصافي الأرباح لما يروح لحياة كريمة حياة كريمة طبعا يعني على المستوى الشخصي أنا شايف أن فيه حاجات كتير جدا بتتعمل للمواطن نفسه يعني مش لل فأنا بصراحة حبيت ده جدا على كل المستويات المستويات الإنسانية خصوصا أنا ما قدرش قافتي في التنمية قوي بس الحتة الإنسانية لأ فيه مساواة كويسة وفيه أن نحن قد إيه بيحصل لوحدات سكنية فيه أن نحن ممكن نهتم بالتعليم لزود مدارس أو نهتم بالمدارس اللي موجودة دي الحاجات الإنسانية بصراحة اللي لمستني يعني من المبادرة تقريبا هي كانت بدأت في 2019 فهي دي الحاجات اللي لمستني يعني الربط بين أنت قلت كلمة القوى النعمة وإحنا الحياة بنستخدم الكلمة دي دايما في الإعلام القوى النعمة الربط بينها وبين يعني الحاجات الإنسانية اللي أنت تكلمت عنها فكرة أن احنا نشرك فناننا فناننا ما يكونوش بس للحفلات وبس للتواصل مع الجمهور لا إحنا بنشركهم في أهداف إنسانية وأهداف تنموية ودي الحقيقة بالسياسة بتتبعها للدولة دلوقتي إنه الفنان هو فعلا صورة لكل اللي بيحصل في مصر الشاي يعني شايف إزاي ده في الفترة الأخيرة شايف إن فيه تركيز فعلا على إن موضوع الفنان يبقى موجوده متوقع أنا من خلالك برضو يعني أنا مستعدة أعمل أي حاجة تخص حاجة زي كده فياريت برضو كمان إحنا الفنانين يبقى من قلوبهم تشارك مش موضوع إن إحنا هنعمل عندنا خير بنعمله لأ إحنا عايزين حاجة وعايزين استمرارية وعايزين جدولة عايزين يعني حاجات نعملها كتير علشان كده كنت بقولك إن إحنا لو استغلينا إن إحنا بنعمل المهرجانات دي في كل حتة في مصر لأ هيبقى العائد بتاعها كويس وإن شاء الله برضو المتحدة تتبرع تاني وتالت فأنا بشوف إن ده خطوة كويسة جدا يمكن دي تبقى فرصة ومقترحة إنه المهرجان يلف في مصر كلها آآ آآ يريت يعني يبقى فيه مهرجانات في كل حتة مهرجان القاهرة ومهرجان المنصورة ومهرجان كل حتة في مصر تعرف كمان إنه فيه مهرجان للدراما هيكون موجود في مهرجان العالمين وده يمكن فيه بتنوع وتشعب مش بس يعني مجال واحد بس من الفن طب خلينا أسألك عن حفلتك واستعداداتك وتواصلك مع الجمهور إيه المختلف اللي أنت هتقدمه والله الحفلة يعني زي ما قلت لك أنا يعني أنا جايب عن الساحل بقى لي كتير جدا يعني كنت بعمل حتى الحفلات في القاهرة أو برا مصر بس وجودي في الساحل السنة دي وخصوصا في مهرجان العالمين آآ خلاني أتحمس بقى لنا إيه خلاص يعني هدي كل اللي عندي في الحفلة إن شاء الله عملنا بروفوك كتير جدا ومجهزين بقى شغلي كتير جدا هنقوله وربنا سهل في مفاجأات معينة يعني يا حسب كده ممكن يحصل أي مفاجأة مش عارف لسي يعني يا حسب يعني فيش حاجة معينة محضرها للمهرجان المخصوص والله يمكن أقول حيث كده من أغنية هتنزل قرأيه إن شاء الله على المصرح قدام الناس طيب إحنا طبعا بنتمنى لك التوفيق في حفلتك وعايزة أختم معاك اللقاء ده طبعا بشكرك جدا لكن عايزة أختم معاك برسالة أنت تحب أنك تقولها للفنانين سواء الفنانين المصريين أو الفنانين العرب اللي الحقيقة بيبقى فيه يمكن هدف كده معين إن هم يكونوا شركاء في فكرة الترويج للسياحة أو الترويج للمهرجانات في بلدهم بتقول إيه في المقطة دي؟ الحقيقة إحنا كفنانين سواء مطربين أو ممثلين أو مخرجين أو أي حاجة إحنا فعلا لنا تأثير قوي جدا في الحتة دي وإحنا دايما بنبقى واجهة لحاجة زي كده فإحنا لازم نبدأ يعني إحنا لازم نبدأ إن إحنا يكون لنا إتصال بكل حاجة ممكن تخص إتصال بالدولة أقصد يعني إن إحنا نعرف كل حاجة إيه تخص المواطن أو إن إحنا ممكن نساعد في إيه إحنا ممكن نقدم إيه إحنا برضو عندنا إن إحنا نتبرع بأجور حفلاتنا أنا كده هدبس ناس كتير يعني بس عادي يعني إحنا إنت مبتعملش كده طول عمرك فلو فيه مساهمة من فنان أو إن إحنا فعلا يبقى لينا يد حرفيا مش إن إحنا نطلع أو نغني يعني عادي ده إحنا بنعمله فإن إحنا يبقى لينا حاجة فعلية على أرض الواقع ده هيبقى شيء يعني مشرف أكتر أخيراً المسألة اللي ليه علاقة بالجنسيات زي ما أنت تكلمت المسج بين فنانين من مختلف دول العالم إنت إزاي شفته؟ وإحنا كمان على فكرة فيه فاشن شو فيه حاجات كتير اللي هي علاقة بمجالات تانية غير الفن وفيها ناس من دول مختلفة مش بس من العالم العربي بتشوف ده إزاي ونعكاسه كمان على السيحة في مصر بشوفه إنه هو حاجة مهمة جداً إن إنت تبقى عامل فعليات في مكان واحد يعني فعليات مختلفة في مكان واحد ده شيء مؤثر جداً خصوصاً إن إنت فعلاً عندك ناس كتير من جنسيات كتير هنا اختلاف المسارح واختلاف وخصوصاً التغطية كمان بتاعت المهرجان واختلاف المسارح وجود المزعين في كل وقت إن هم قد إيه مهتمين بالموضوع بالتفاصيل والكلام عن الفنون الشعبية زي الحفلة الكبيرة زي يعني ما فيش تقصير في أي حاجة كل شيء ماشي يعني بالتساوي بشوف إن ده طبعاً طبعاً إنعكاس جابي جداً على المستوى السياحي جداً في تحضيرات ممكن تقولها لنا هو إن شاء الله عمل آلبوم في الشتا عشر أغاني جداد هينزل في الشتا في أول الشتا هنزله على فترات حزينة طبعاً أغاني حزينة أكيد أغاني حزينة ده عم تفيش كلام إحنا في الصيف بنفرفش وفي الشتا بالأغاني الحزينة وإن شاء الله في وغنية نزلة قريب كمان أيام يعني دي اللي ممكن أبقى جني منها بقى حتة تعملت لون مختلف يا تامر الحقيقة في المازيكا وفي الكلمات لون يعني دارك شوية بس جميل طمعاً موافق دايماً وتقلق دايماً إحنا اتشرفنا بيك نورت شاشة القاهرة الإخبارية شكراً جزيلاً شكراً لحضراتكم مشاهدين الكرام على متابعة هذا اللقاء الخاص مع النجم المصري تامر عشور من مدينة العالمين الجديدة إلى اللقاء شكراً للمشاهدة